آخر مشاكلك إيه مع كابتن عصام عبد الفتاح أنت لا تتكلم عليه كواس قوي قليل كابتن عصام وعمل شغله إيه إنما في مشاكل كابتن مصطفى وص عصام عبد الفتاح أنا كنت رئيس لجنة الحكام وهو حكم هو حكم وعصام عبد الفتاح راح كاسي العالم سنة 2006 وانا رئيس لجنة الحكام ودي حاجة تحسب مش لي مشان اللي وديته بس تحصل إنما ساعدته في عهدي إنه هو راح كاسي العالم كويس زي ما أنا بفتخر دايما أننا سنة 1998 روح تكاس العالم وكان الكابتن محمد حسام رئيس لجنة الحكام مثلا أصام عصام عفتاح أنا كنت بحكي لك موقف من شوية والله هو ما يعرفش كده على فكرة أنا قدمت استقالت ومشيت مدير فني اتحاد الكرة عشان لجنة حكام عشان أنا كنت مصامل من هو يلعب مباراة الأهل والزمال لأن هو كان ساعتها لازم ياخد حقه في لعب المباراة زي ما أنا أخدت حقه في لعب المباراة أنا مفيش بيني وبين عصام أي منافسات على أي شيء خالص خالص ولحد هذه اللحظة أنا راجل الحمد لله راضي بل ربنا سبحانه وتعالى الدهولي حمد للحد هذه اللحظة وحتى هذه اللحظة بتتكلمه مع بعض بنتكلم طبعا كلما يكون في فرصة كل فين وفين كلما يكون في فرصة بنتكلم بأنه عصام مشغول شوية بالاتحاد الأفريقي هو عضو موجود في لجنة حكام في الاتحاد الأفريقي وعنده ارتباطات كتير ودي حاجة تساعدنا كلنا الحياة القلوب صافية؟ أكيد يا كابتن طبعا مفيش حاجة بقى لا 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 خالص طيب فيه اتهام من بعض الحكام المصريين أو معظم التحكيم المصري بيقولك أن الكابتن عصام عبد الفتاح وكابتن جمالنا نظور بيحاربونا بدليل أن مفيش ولا حكم من عندنا بيحكم في ألومبيات توكيو ولا اختاروا أي حكم لقطر 2022 أنت ترد على ألوم تولومبيات همين هم دول؟ لا فيه ناس بتشتكي كتير قوي حكام بيحاربونا ليه؟ ما هي دي ما دينا بحنا أنا بسأل كابتن مصطفى بقى الواحد لازم يعقل طب هل يعقل أنه يبقى مفيش ولا حكم في ألومبيل جيمز ومن المسؤول؟ هو مفيش لأنه المستوى لا يؤهد أحد الأفريقي عنده قيمة في نخبة الحكام وبيوزحهم على بطولات لكن فيه حكام راحة بطولات تانية يعني هي العملية بتتبقى الزاكرة مصطفى هو في الأربع سنين بيبقى فيه كاس عال في الأربع سنين دول بيبقى فيه بطولات للفيفا البطولات للفيفا دي ما حدش بيروح كاس العالم ألا ما بيجربوه في البطولات دي أكيد إحنا عندنا أمين عمر راح كاس العالم للشباب في بولندا وبالتالي بيدوا فرصة للبقيين بس معقولة هل معقولة كابتن جمال أن يبقى أولمبياد توكيو 2020 وكاس العالم 22 ما فيش ولا حكة مصطفى ما أنا هقولك كابتن وصفة تانية إحنا الفيفا اتحاد الأفريقي عنده تمانية مثلا دول في النخبة اه اتحاد الدولي واخدهم التمانية دول كويس بيوزحهم على البطولات اللي في خلال الأربع سنين اللي هي قبل كاس العالم كويس كل واحد بياخد فرصة كويس وبعد كده بيختار منهم اللي راح كاس العالم احنا عندنا أمين أمر راح بطولة كاس العالم للشباب لا أنا بتكلم على الحكام ما هو مش لازم الأولمبياد ولا كاس عالم مش يعني كل كاس عالم من قال ان ما فيش في كاس العالم الله عالم لسه مختروش لا بيقولك تقريبا استقروا على لا لسه لسه كابتن وصفة ميلي قال كده لا لسه طب انت ليه في حالة اضطراب بينك وبين رئيس جمال الحكام واجي أحمد الفترة دي حالة ايه اضطرابات بينك وبينه زي ايه كابتن وصفة انا عمر ما كان فيه بالتراب بينه وبين حكام انا سألت لي ان الكابتن جمال الاندور في حالة كده بين وبين اللي هي ايه انا معرفش ما لا انت ما انت اكيد عارب انت سألتني من شوية قلتلي ايه هي مواصفات رئيس لجنة الحكام حصل مش كده انا 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 جوت انت بتطلقت التاليم في وانس بورت وردت عليه في حاجة خالص خالص لا انا وجيه اللي رد عليه انا انا احاولي لحك حكام انا حضرتك قلتلي ايه هي مواصفات رئيس لجنة الحكام انا قلتلك نعم انا في حديث مع احدى الصحف قالوا لي ايه يا مواصفات رئيس لجنة الحكام روحت قيل دي انا اتفاجئت بعد كده من الناس بكولي حاولك انا حاولك انا انت قلت ان لجنة الحكام مفاش كفاءات انا عمر ما قلت الكلام ده فين انا قلته فين ما حصلش اه الا هي فعلا وكمان ان هو وجيح ما اطلع رده وقالك ان هو عايز يعين ابنه وابن اخوه لا لا ما حصلش او توقف واجيح ما قالش كده لان عمر ما اقول كده هو عارف انه اصلا عارفك اصلا عارف كده مصطفى احمد الغندور حكم دولي واحمد الغندور اعتقد ان هو لو مكانته وانا ما بنزلش مع الملعب نعم خالد الغندور واحد شاب صغير حبيب يبقى زي ابوه في التحكيم مثل الاعلى ابوه نعم موجودة عندنا مش في الكرة بس موجودة عندنا في كل حاجة هل التحكيم هو راسة ليس هو راسة اه هو كل الحكام اباهاتهم حكام لأ بس انا انا ممكن ابني ايو كان عندنا عندنا فت burnt سبير عثمان ماشي سبير عثمان كان حكم كبير ولا مكانش حكم ياسل عضروف كان حكم كبير ولا مكانش حكم طبعا لأ محمود ابو الرجال اللي هو دلوقتي موجود في الاختيارات لكاس العالم أبو احمد ابو الرجال حكم مساعد دولي أيه أيه يعني كابتن حسام طه أحمد حسام طه من أفضل حكام المساعدين في مصر هو ليه أمين عمر أمين عمر أبوه مدرب محمد عمر لكن أنا أريد أن أقوله هو ليه إحنا ما نحاسب كل واحد حسب إمكانياته نعم كفاءته في الملعب نعم هو حزم إمام ده اللي هو الأسطورة بتاع كرة القدم واحد من الأساطير كرة القدم في مصر طبعا مش أبوه حمد أمام طبعا طبعا هو فيه إيه دماغة هي الدنيا ليه ليه الناس تحاسب أو 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 تيجي على الولد عشان خاطر إسما يعني أنت هل ممكن تزعل من الكابتن وجيه إن مثلا مش عاوز يحط ابن أخوك أو ابنك في أي حاجة من حاجة أمري في حياتي يا كابتن مصطفى تدخلش خالص أمري في حياتي خالص